أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر للتوصل الدائم مع قيادات الكونجرس الأمريكي وذلك في إطار التنصيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا وذلك في إطار من العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا حرص مصر الدائم على تعزيز تلك العلاقات في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة جاء ذلك خلال استقبال سيادته وفدا من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالوفد الأمريكي مشيرا سيادته إلى الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونغرس في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا وذلك في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة ومؤكدا على حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة لسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة من جانبهم أكد أعضاء الوفد الأمريكي على الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر مثمنين المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين ومشيرين إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي فضلا عن كونها شريكا محوريا للولايات المتحدة في المنطقة مع التأكيد على التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة السيد الرئيس في تحقيق الاستقرار والأمن في مصر بعد النجاح في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة لحرية الاعتقاد بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات لسيما على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي كما تم تطرق إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية كما تم التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية حيث أشاد وفد الكونغرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام في حين أكد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقا للتعايش والتعاون بين جميع شعوب المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا